الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكنه الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتصق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكنه الديمقراطية فيليكس تشيسيكيري حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكد الرغبة المشتركة في توسعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتصق مع تطلعات الشعوب الأفريقية واصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلعة وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي وفقا لمخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية وأوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة مع تجديد وإحكام الرقابة على الأسواق وخلال الاجتماعات تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع وشدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحرة ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين بعيدا عن أي ممارسات أخرى أكد رئيس الهيئة العامة للإستعلمات دياء رشوان أن مصر تواصل جهدها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور الشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا وأضف أن هذا من شأنه تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يوميا كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس تواصلت الاشتباكات العنفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب المقاومة في منطقتين الشجاعية والزيتون شرق قطاع غزة واستهدفت كتائب المقاومة الفلسطينية آليات وجنود جيش الاحتلال بمحاوري مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأظهرت مشاهد تدمير عدد من الدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية فضلا عن الاشتباك مع جنود جيش الاحتلال الذين تحصنوا بداخل إحدى المدارس في المدينة أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزلين وسط مدينة رفح الليلة الماضية وفي الساعات الأخيرة وصل إلى مستشفيات القطاع 196 شهيدا ونحو 500 مصاب من مناطق عدة ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18600 شهيد ونحو 50600 مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية تجدد الاشتباكات في المدينة حيث سمع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وأوضحت المصادر أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال أصفرت عن شهيدين وإصابة آخرين كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه عدد من المنازل في الحي الشرقي لجنين يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفن رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن سوليفن أن سوليفن يعتزم عقد عدة اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوغ لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة وتأتي الزيارة وسط توترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية حيث حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة سوت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية وقال مجلس النواب أن الوقت قطحان لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي بشأن أنشطة هانتر بايدن مشيرا إلى أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد من جانبه يعتبر الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها وقال إنه بدلا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين فإن أولوية الجمهوريين هي مهاجمة الرئيس بتلك الأكاذيب أعلن حلف شمال الأطلنطي أنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بالنسبة 12% إلى 2.3% مليار يورو كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2% إلى 438.1% مليون يورو وأفعد الحلف أن زيادة الميزانية العسكرية تسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية وتوفر الميزانية العسكرية تكاليفة تشغيل مقر هيكل قيادة حلف الأطلنطي والبعثات والعمليات حول العالم